في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح أسيسي باهمية تسريع وتلت ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة بما يساهم في تحسين القدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية فقد شهد قطاع المستشفيات الجامعية أعمال تطوير واسعة وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبنىها الدولة لدعم وتطوير القطاع طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع المستشفيات الجامعية في مصر خلال العشر سنوات الماضية حيث نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق إنجازات في مختلف القطاعات والميادين وشهد قطاع المستشفيات الجامعية أعمال تطوير واسعة وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبنىها الدولة لدعم وتطوير هذا القطاع وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بزله من جهود لتطوير منظومة الصحة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى جامعي في عام 2014 إلى 120 مستشفى في عام 2023 بالزيادة قدرها 32 مستشفى وبلغ حجم الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 إلى 2022 30 مليار جنيه ولا يمكن إغفال الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها إنهاء قوائم انتظار العمليات الحارقة والتدخلات الجراحية العاقلة و100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية وصحة المرأة بالإضافة إلى مبادرة قدم صحيحة وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعية ومؤسسة صناع الخل التنمية ومبادرة حياة كريمة فضلا عن تعاون الجامعات مع هذه المبادرة في إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في نطاقها الجغرافي وشهد عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية ارتفاعا كبيرا حيث بلغ عام 2023 ما يقرب من 321 ألفا ومائتين وخمسين طبيبا كما تجاوز عدد الأسرة 36 ألف سرير وألف حضانة وخمسة آلاف سرير رعاية وذلك بتكلفة وصلت إلى ملياري جنيها أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية ساهمت وبشكل كبير في تحقيق الهدف الأسمى للدولة وهو توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للمواطن المصري اشتركوا في القناة